إحنا حتى عدنا مخارج مثل Power Supply Supply Output هنا عدنا أيضاً Power Supply Output نقدر نعرف القدرة اللي طلع لنا في كل جهاز طبعاً كل جهاز ينكتب على مثل Label يكون عليها أو Table مالتا نقول Table يكون مثل Table يلزق على Power Supply Computer أوكي لاحظ هذا على سبيل المثال هذا على سبيل المثال Power أوكي Power Supply للكمبيوتر 650W إذن هذا ينطينا 650W لو جد دققت عليه ألاحظ هنا في عنده شنو؟ في عنده جدول يعني إذا واضح الصورة هنا تلقى 3.3V موجب و 5V موجب و 12V موجب و 12V سالب و 5V سالب هذا يعتمد على شنو؟ يعتمد على الأجهزة اللي أنت رابطهم بالكمبيوتر ومالتاك و أنتش قد تحتاج هل تحتاج هذه الفولتيات أو هذا النوع من الفولتيات في داخل الماثر بورد مالتاك؟ وهذا يعتمد على شنو؟ يعتمد على الأجهزة اللي أنت جاي تربطها كارت شاشة وميموري والآخرين من الأمور إضافة إلى ذلك يمكن يجي في بالكم السؤال طيب هذا الأربعة؟ شنو الفكرة من عنده؟ الفكرة من عنده أنه تدعم لك يعني في عندك أنت شريط الماثر بورد الباور سابلاي اللي يجي رح تلقي أكو 24 بن هل البنين الزيادة اللي يضافوها فكرة كان أنه تدعم الPCI Express الPCI Express تحتاج فولتيات أكثر نفس الوقت جاي نلاحظ أنه شكل مالتا هنا نشوف أنه هو راوند تقريباً هنا لا نشوف أنه هو سكوير تمام؟ نشوف أنه شكله مربع بس لكن هذا لا الراوند مالتا تقريباً من الأطراف صاير براوندد تمام؟ هذا ليش يعملون بهذا الشكل؟ حتى من تجي تربط هذه الشريط ومن تجي تربطها يقعد بمكانه ما راح يتغير ما راح يصير عندك أي مشاكل لأن هذا باور لكن موضوعنا إحنا هنا إذا الفولتيات المخرجات مات الفولتية عندك ناقص 12 فولت تستفاد من عندها سابقاً باللانات اللي كنا نربطها بالماذر بورد كان يحتاج إلى الناقص 12 فولت أو في أنواع من السريال بورت القديمة وحتى في عندك PCI كارد أيضاً يحتاج إلى الناقص 12 فولت بالنسبة للناقص 5 فولت فهذه كانت موجودة أيضاً سابقاً بال بالأول بالأخير أنت عندك الـ Power Supply تشتريه في عندك يكون table ملزوق على الـ Power Supply يشرح لك بالضبط بالضبط الـ Power اللي راح يقدر يقدمه إليك وشوان تجي تتعامل معاها على حسب الـ Hardware اللي انت عندك يعني الماذر بورد إيش قد فولت إذا يحتاج الكارت الشاشة لين مرات أنت مثلاً رحت صورت الماذر بورد مالتك ورحت توديده للسوق تمام؟ وتريد تشتريه كارت شاشة وانطولك كارت شاشة خارجي لما رجعت للبيت ربطت لاحظت أنه الكارت شاشة ما جاي يشتغل أو دايش تغل دين طفي معنات الباور ما جاي يوصله بشكل جيد ليش؟ لأنه الـ Power اللي داي تجهز إليه مو بقدر اللي يحتاجه الفيديو كارت يعني بالحالة لازم أغير آني أيضاً الـ Power Supply Multi طبعاً بالنسبة لصحب المكتب الـ Computer الذكي أول شاء الله راح يسألك راح يقولك الـ Power Supply هم يحتاج أعرف إش قد الواطية مالتو إذا أكو تايبل عليها صور ليها اللي مهم جداً عندي حتى أقدر من أنطيك الكارت الشاشة أقدر أقولك إنه راح يرهم مع الـ Motherboard مالتك أو لا بالنسبة للـ Size Multi Power Supply مالتك يعني قصدي بالـ Size إنه إنتج قد واطية راح تحتاج كم واط من الـ Power مالتك الـ Power Supply الواطيات مالتك مختلفة في عندك إنت ستلاحظ 650 في عندك 850 في عندك أنواع رينجات مختلفة من الواط اللي ينطيك إياها الشركات لكن خلي في بالك نقطة جداً مهمة لا تتصور لما تجي تأخذ واطيات كبيرة يعني أنت عند الحاسب مالتك 650 واط وأنت تقول أوكي بالسوق نازل 850 واط راح أشتري 850 واط لا تتخيل إنه أنت من تشتري Power Supply غالي أو Power Supply بها Power كثير معناته راح يسرع من كومبيوترك ما لا علاقة بالسرعة Power Supply ما لا علاقة نهائياً بالسرعة هو مجرد يغذي الأجزاء هذه بالكهرباء فإذاً خلي في بالك أنه Power Supply شون أنا أجي أشتريه؟ اشتريه حسب احتياجك أنت كم قطعة جاي تركب بالكمبيوتر مالتك وكل قطعة من هذه جديد جاي تحتاج فولتية وبواطية وأيضاً أمبيرية كالشي خلي نقول شي على شي دائماً أخذ Power Supply يمطيك تقريباً أكثر من 50% من الشغلات اللي يحتاجها يعني خلي نقول أنت عندك هو يحتاج خلي نقول يحتاج 100 واط مثلاً يا عند عندي مثلاً يحتاج 100 واط أنت روح اشتري Power Supply 150 واط يعني خلي يكون 50% أزيد من اللي أنت تحتاجه ليش هيت نسوي؟ ليش نشتري أزيد من اللي يحتاجها؟ لأن ممكن مستقبلاً تربط كارتشاشة ممكن تربط PCIات كنتورك USBات USB 3 مثلاً فليش تروح تغير Power Supply مالتك؟ لا ممكن حتى من تجي تشتري يعني خلي نقول مثلاً 650 واط على 850 واط رح يكون سعرها أرخص من أنت تشتري 651 وبعدين تروح تشتري 850 مرة أخرى هنا رح يكون تكاليف أكثر أوكي فاشتري Power Supply يكون تقريباً 50% أكثر من الاحتياجات مالتك؟ ليش؟ حتى تخلي احتمال أنه ممكن أنك أنت في المستقبل تطور بالكمبيوتر مالتك؟ طبعاً إحنا من نجي نختار الكمبيوترات هذه رح تعتمد على شنو؟ تعتمد على الworkstation أنت جاي تشتغل بي أو الحالة اللي أنت موجود بيها لأنه يختلف كمبيوتر عن كمبيوتر يختلف، ليش يختلف؟ أنت إذا كنت على سبيل المثال Graphic Designer فالغرافيك ديزاينر دائماً يستخدمون Workstation إذا كتبنا هنا Graphical Workstation PC تمام؟ Graphical Workstation PC اللي هم الجماعة اللي يشتغلون أكثر شي على الكمبيوتر ايد ديزاين أو اللي يختصروها بالكاد تمام؟ جماعة الاركيتكتر المعماريين على سبيل المثال لأن ذلك يضيعون وقت كثير بالتصميمات 3D والريندرينج وإلى آخره دائماً الحاسبات مالتهم تكون من أرقى المواصفات أو هذا الكمبيوتر ايد ديزاين اللي احنا نسميها بالكاد أو الكمبيوتر ايد منوفاكترينج اللي هو كام فدائماً هالمصطلحين يجون مع بعض الكاد والكام ذلك يحتاجون إلى حاسبات قوية جداً بمعنى تكون الحاسبة مالتك الأفضل إنه تكون SSD اللي هو الهي سبيد ستوريج رح يمنحلك اثنين عندك الجرافيك مالتك كلش قوي يعني معناته الفيديو كارت مالتك لازم يكون عالي جداً ليش هما يعالجون رسوميات معقدة بلس رح تحتاج إلى رامات في حالة في حالة إذا أنت جاي تشتغل على أكثر من أبليكيشن يعني إذا أنت عندك أبليكيشنات كثيرة بهذه الحالة يعني إذا تشغلها في نفس الوقت في هذا الحالة أنت رح تحتاج إلى أنه أضيف رامات أيضاً لكن بشكل عام أنت تحتاج SSD يكون حجمه كبير لأنت رح تغزن هذه الملفات اللي تكون حجمها كبيرة نفس الوقت الجرافيك مالتك عالي جداً وأيضاً الميموري ممكن يكون الماكسيمم تختار إليه بلس لجماعة أيضاً إذا ما كنت من جماعة المعماريين ممكن تكون من جماعة الأوديو والفيديو جماعة صناع المحتوى تمام؟ جماعة صناع المحتوى نفس الوقت أيضاً يحتاجون إلى نوع خاص من الأوديو والفيديو كارد يعني رح تلقى أكو فيه كثير من الكمبيوترات عندها الكارتة الصوت ما يعتمدون على الداخلي يعني في عندك كارت صوت داخلي بس فيه ناس تشتري أصلاً كارت صوت خارجي وفيديو كارد أيضاً يحتاجون خارجي لازم يكون باورفل تمام باقي عشر دقائق إذاً قطة نرجع على نفس الرابط يحتاج إلى أنه يكون عندك باورفل فيديو and high quality audio حتى يقدر يعمل محتوى عالي الجودة إضافة إلى ذلك يحتاج إلى هارد ديسك كبير جداً لأنه جاء يتعامل مع محتوى فيديو أوديو يعني رح يتعامل مع الخامات أوكي فبالحال يحتاج إلى أيضاً recommended إنه يكون الحاسب مالدة SSD يكون أفضل plus ممكن يحتاج إلى accessories إضافية على سبيل المثال ممكن إنه يكون محتاج إلى dual monitors إنه يكون عنده شاشتين معات الكمبيوتر واحد من عدهم يعرض بها المونتاج والثاني ممكن يعمل أشياء أخرى فممكن يكون عنده اثنين output يحتاجه في نفس الوقت ما كنت من جماعة الكاد وما كنت من جماعة الصناع المحتوى ممكن تكون من جماعة virtualization الـ virtualization هنا الحاسبات مالتهم رح يختلف هنا أنت محتاج إلى GPU لكن أنت محتاج إلى RAMات كبيرة maximum RAM تحتاج إلى RAM ليش؟ إن أنت من تجي تتعامل على سبيل المثال إذا هناك كتبنا virtual box virtual box تمام؟ على سبيل المثال هذا virtual box أنت ممكن تتعامل مع VMware أو Parallel بالMac فأنت عندك أكثر من نظام موجود بالحاسبات أو بالvirtual box نفسها كل virtual box من هذول اللي موجودين بالقائمة فهي خلي في بالك رح يحتاج إلى شنو؟ إلى RAM خاص بها لاحظ هنا Based Memory 4 جيجا يعني أنت منت الأوبنتو على سبيل المثال هنا عندك CentOS هنا عندك Oracle Linux فكل واحد من عدهم رح يأخذ جزء من الرامات فإذا إذا أنت كنت من جماعة virtualization أنا من جماعة الإنفراسطة والvirtualization والكلاود نحتاج دائما إنه يكون عندنا الرامات عالية جدا فالرامات نحتاج كبيرة تكون وأيضاً CPU cores لازم يكون maximum يعني إحنا جماعة اللي نشتغل بالvirtualization كثير لازم يكون عندنا الرامات كبيرة وأيضاً الكورز تكون عالية يعني نروح ويا جماعة الكورة i7 أو كورة i9 اللي موجودة حالياً وأكيد بالمستقبل لما ينزل كورات أكثر أكيد رح نتجه إلها لأن هي تستفيدنا في موضوع الvirtualization ونشغل أكثر من تطبيق ونشغل أكثر من كور في نفس الوقت بالنسبة لجماعة الجايمينج فالوضع مختلف تماماً جماعة الجايمينج يحتاجون إلى SSD ليش؟ على الموت loading time ما لتيكون أسرع على ما يجي يحمل الملفات يكون أسرع نفس الوقت يحتاجون إلى graphic card أو video card عالي وخاص مش أي video card ممكن ينفعل الألعاب لا في عندك video card خاص بسمعة الألعاب اللي هو يتعامل مع graphic complex الصور المعقدة ونفس الوقت لازم يكون عندها high definition sound card يكون الصوت حتى الكارت الصوت اللابتوبات المختصة بالجايمينج يكون جداً واضح جداً رائع ويحسسك أنه أنت داخل اللعبة نفسها بلس تتمتاز هاي الحاسيبات اللي تشتغل بالجايمينج أنه تكون الكولينج سيستماتها جداً دكي جداً قوي وفانس بها كثيرة بحيث أنه هاي المراوح تقلل من الحرارة أو الكولينج سيستم نظام التبريد مالتك يكون عالي جداً بحيث أنه لما تجي تلعب ألعاب لفترات طويلة يبقي الحاسيب مالتك باردة بس لكن من نجي نفكر كمبرمجين فهذا أيضاً يعتمد على نوع المشروع مالتك لأن البرمجة حقيقة كحاسبة المبرمجين ما نقدر نختار حاسبة معينة هي تعتمد على شغلك يعني ما عندك أنت كمبيوتر خاص للمبرمجين ليش؟ لأن البرمجة أنواع يعني إذا أنت من جماعة اللي يشتغلون على الجايم برمجة الألعاب فأقول لك الكمبيوترات وقت الجايم رح يكون إلك مناسب إذا أنت كنت من جماعة على سبيل مثال ديب لرمجة الألعاب أوكي رح أقول لك روحوا إلى الحاسيبات اللي تشتغلوا إلى الجايمين لأن الـ GPU متى عالي تكون جداً أما إذا كنت مبرمج يبرمج باكيند ويبرمج تطبيقات باستخدام Django أو PHP يعني شغلات الباكيند أو ASP فأنت ما تحتاج إلى جرافيك عالي ما تحتاج إلى كورات كثيرة يعني ممكن كورة i5 جداً جداً كافي لك ممكن تحتاج إلى رامات عالي يعني أنت ما تفتح IDE وفتح شيء معين مثلاً إذا عندك ملتي تاسكينج هنا الرامات رأساً روح للرامات يعني إذا عندك أكثر من برنامج تفتحها في نفس الوقت سواء أنت مبرمج صانع محتوى gamer أي شيء إذا تريد تفتح أكثر من نافذة في نفس الوقت معناه تروح علي الرامات تمام؟ علي الرامات لكن كمبرمج اعتيادي إذا ما راح تحتاج نهائياً إنه يكون عندك كارت شاشة عالية جداً ممكن تكتفي بالرام البسيط إذا شنت من جماعة الـ Backend والـ Frontend لكن في الـ Frontend عندنا قسم الـ Mobile يعني عندك جماعة الـ Android والـ iOS بغض النظر عن اللغة اللي تستخدمها سواء تتعامل فريمورك مثل Flatter أو Ionic أو React Native أو تتعامل مع اللغات اللي هي Java و Kotlin و Swift في كل الحالتين تحتاج رامات عالية ليش؟ لسبب بسيط إذا أنت راح تريد تنفذ الكود هذا لازم تشتغله على virtual device فإذا لازم تحتاج virtualization إذا لازم تحتاج رامات يعني على الأقل يكون عندك 16 جيجرام كافية جداً إنه تشتغل بشكل مريح أقل من هذا في ناس تشتغل عليه نعم بس يواجهون شوية متاعب وشوية صعوبات فبهالحالة تقدر تختار بالضبط الجزء اللي أنت تريد تختص بيها تريد سرعة بالأداء روح اختار الكورات العالية كوراي 7، كوراي 9 تريد نفس الوقت تشتغل على أكثر من الشيء روح ابحث عن رامات عالية زيان تريد Graphic و Deep Learning وإلى آخر و Games إذا اذهب GPU عالي فبهالشكل راح يكون عندك فكرة واضحة إنه إنت إشغال GPU راح تحتاج أو إنت الـ GPU ماتك يكون بلتن أو يكون إكسترنال خارجي أو داخلي الرامات إشغال راح تحتاج CPU إشغال راح تحتاج كل هاي الأمور بلاس تريد USB 3 نوع الماذربوردين جداً مهم يعني إنت صح تروح تختار 64 جيجرام وتروح تختار CPU عالي بس نوع الماذربورد يجوز ما يساعد لنقل هذا تكملها من البيانات أيضاً خليه في بالك يعني إنت عندك مثلاً Ethernet كارتة Ethernet الموجودة باللابتوب هذا يقولك 100 ميجابيت برسكند بس عمرك ما راح توصل 100 ميجابيت برسكند عمرك ما راح توصل يعني هو يقولك أنا حد الأقصى 100 ميجابيت برسكند بس أنت ما توصل 100 ميجابيت برسكند يعني إنت ممكن توصل 10 ميجابيت ممكن توصل 10 ميجابيت هذا pure فتشي يعني زين فإذا خليك واقعي يعني حتى بالأجهزة ما تجي تشتري لا تحاول تاخذ فترة هاي أنت أصلاً ما محتاجها هاي نقطة في عندنا أيضاً أنواع أخرى من الأجهزة اللي إحنا نسميها بال Network Attached Storage Devices اللي هي أجهزة فكرتها شنو؟ يعمل لك Storage Device مثل الحوسبة مثل هارد هارد هو هاردات هذي اللي نشتريها من السوق ولي نربطها بالكمبيوتر زين وحدات تخزين اللي هما يسمونها بالناس أوكي؟ هذي Special خاص ليخزن البيانات تخلي الهاردات شوف هنا عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة سلوتات فتجري تخلي مثلاً واحد تيرا واحد تيرا واحد تيرا واحد تيرا واحد تيرا صار أربعة تيرا عندك أو مثلاً ثمانية 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 تخيل بعد زين هذا يوفر لك شنو؟ تقدر تغزن بيها البيانات من أي مكان تمام؟ هو عنده سيستم خاص مات الكلاود بحيث حتى لو أنت بعيد عليه عليه في مكان أو أخر في منطقة أخرى تقدر تتواصل إياه عن طريق الانترنت أو عن طريق النيتورك تقدر تسوي بيها ميديا ستريم يعني مثلاً تعرض فيديوهات وأغاني وتبثها بالتلفزيون ممكن تستخدمها في الشير ترسل بيها ملفات وإلى آخره وتشاركها مع الأصدقاء نفس الوقت هذا النوع من الأجهزة أيضاً تدعم الجيجابيت اللي هي تدعم الهي سبيد ترانسفير زين؟ سرعة فائقة بالتحويل نفس الوقت شكرا